السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزاء الطلاب في درس جديد من دروس رياضيات للصف العاشر ودرسنا بعنوان حل المعادلات التربعية بالتحليل إلى العوامل الجزء الثالث سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا استعمال الصيغة التحليلية لتمثيل دالة تربعية بيانيا ثانيا كتابة الصيغة التحليلية لدالة تربعية من خلال التمثيل البياني المرتبط بالدالة نأتي إلى مثال 4 صفحة 52 كيف يمكنك استعمال التحليل إلى العوامل لتمثيل الدالة f of x equals x bar 2 minus 2x minus 8 لحل التمرين عزيز طالب نقوم بإجراء الخطوات التالية الخطوة الأولى أولا حلل المعادلة التربعية المرتبطة بالدالة التربعية إلى العوامل وهي المعادلة x bar 2 minus 2x minus 8 equals 0 وبتحليل المعادلة التربعية ينتج دينا x plus 2 times x minus 4 equals 0 الخطوة الثانية وباستخدام خاصية الضرب الصفري نقوم بإيجاد حلول المعادلة حيث إما x plus 2 equals 0 أو x minus 4 equals 0 وعندما x plus 2 equals 0 فإن x equals negative 2 وعندما x minus 4 equals 0 فإن x equals 4 والآن عزيز طالب ما العلاقة بين حلية المعادلة والتمثيل البياني؟ نعم أحسنت لأن الحلان هما المقطعان x إذن التمثيل البياني سوف يقطع محور x عنده negative 2 و 4 الخطوة الثالثة أوجد إحداثيات الرأس أوجد متوسط المقطعين x وهما negative 2 و 4 إذن متوسط المقطعين هو 4 plus negative 2 over 2 equals 1 إذن الإحداث x للرأس هو 1 لماذا أخذنا عزيز طالب الوسط الحسابي للمقطعين x؟ نعلم أن التمثيل البياني للدالة هو عبارة عن قطع مكافئ وبما أن القطع المكافئ متناظر إذن يقع الرأس في المنتصف بين المقطعين من المحور x لذا وجب علينا إيجاد متوسط المقطعين x الآن نقوم بإيجاد الإحداث y للرأس ونقوم بتعويض x equals 1 في الدالة ونجد قيمة y إذن f of 1 equals 1 power 2 minus 2 times 1 minus 8 equals negative 9 إذن إحداثيات الرأس هي 1 negative 9 والآن عزيز طالب لدينا مقطعين محور x ولدينا إحداثيات الرأس فهل نستطيع تمثيل الدالة بيانيا؟ نعم أحسنت والخطوة الرابعة مثل الرأس والمقطعين من المحور x ثم مثل إحداثيات الرأس ونقوم بتوصيل النقاط وتمثيل الدالة بيانيا والآن عزيز طالب حاول أن تحل 4 صفحة 52 أرجو إيقاف الفيديو وحل التمرين استعمل التحليل إلى العوامل لتمثيل الدالة f of x equals 2x power 2 plus 5x minus 3 بيانيا وباستخدام الخطوات السابقة الخطوة الأولى حلل المعادلة التربعية المرتبطة بالدالة التربعية إلى العوامل وهي المعادلة 2x power 2 plus 5x minus 3 equals 0 والآن بالتحليل لاحظ هنا عزيز طالب أن معامل x تربيع هو 2 وليس 1 كما في المثال السابق لذا وجب علينا تحليل المعادلة بطريقة أخرى ابحث عن عددين حاصل ضربهما 2 times negative 3 equals negative 6 ومجموعهما يساوي 5 ما هما العددان؟ نعم أحسنت العددين هما 6 و negative 1 نقوم الآن بكتابة المعادلة مرة أخرى وبفك الحد الأوسط ينتج لدينا 2x power 2 plus 6x minus 1x minus 3 equals 0 والآن عزيز طالب نقوم بأخذ الحدين الأولين وإخراج 2x عاملا مشتركا من الحدين فينتج لدينا 2x times x plus 3 ونقوم بإخراج أيضا negative 1 من الحدين الآخرين فينتج لدينا minus 1 times x plus 3 equals 0 نلاحظ الآن أن x plus 3 و x plus 3 هو عامل مشترك نقوم بإخراج x plus 3 عامل مشترك فينتج لدينا x plus 3 times 2x minus 1 equals 0 وباستخدام خاصية الضرب الصفري نقوم بإيجاد حلول المعادلة حيث أن إما x minus 1 equals 0 أو x plus 3 equals 0 وبحل هذا الطرف ينتج لدينا 2x equals 1 وبالقسمة على 2 وبالاختصار فإن x equals 1 over 2 والطرف الثاني x plus 3 equals 0 إذن x equals negative 3 إذن لدينا الآن حلين للمعادلة 1 over 2 و negative 3 ما علاقة هذه الحلول بالتمثيل البياني للدالة عزيز طالب؟ نعم حسنت الحلول هي عبارة عن مقطعان محور x الآن أوجد إحداثيات الرأس أوجد متوسط المقطعين negative 3 و 1 over 2 نقوم بإيجاد متوسط المقطعين negative 3 plus 1 over 2 divide by 2 ويساوي negative 1 point 25 إذن الإحداثي x للرأس هو negative 1 point 25 نقوم الآن بإيجاد إحداثي y للرأس حيث نقوم بتعويض negative 1 point 25 في الدالة وباستخدام الآلة الحاسبة عزيز طالب ينتج أن y تساوي negative 6 point 125 إذن إحداثيات الرأس هي negative 1 point 25 negative 6 point 125 الآن لدينا المقطعان x ولدينا إحداثيات الرأس مثل الرأس والمقطعين من المحور x هذا الرأس والمقطعين ونقوم بتوصيل النقاط وتمثيل الدالة بيانيا نأتي إلى مثال 5 صفحة 52 كيف يمكنك كتابة الصيغة التحليلية للدالة التربعية المرتبطة بالتمثيل البياني أدنى والآن عزيز طالب من خلال الرسم الموضح لدينا ماذا تلاحظ؟ نعم أحسنت نلاحظ أن يوجد مقاطع محور x أيضا ماذا يوجد؟ نعم يوجد إحداثيات الرأس الآن المطلوب هو كتابة الصيغة التحليلية للدالة التربعية المرتبطة بالتمثيل البياني نقوم بالخطوة الأولى أولا أوجد المقطعين x المقطعين x هما 1 and negative 5 الخطوة الثانية أكتب المعادلة التربعية في الصيغة التحليلية المعادلة التربعية في الصيغة التحليلية هي a times x minus p times x minus q equals 0 استعمل المقطعين x الذين يمثلان حلين للمعادلة التربعية لأنهما حلين لعواملها إذن المقطعين هما 1 و negative 5 نقوم بتعويضها في المعادلة لماذا تعد الصيغة التحليلية مفيدة عند استعمال التمثيل البياني لكتابة معادلة دالة التربعية لأن المقطعين x عزيز طالب يرتبطان مباشرة بالأعداد التي في الصيغة التحليلية للمعادلة إذن نقوم بتعويض المقطعين x في المعادلة التربعية فإن تجدين a times x minus negative 5 times x minus 1 equals 0 وبالتبسيط فإن تجدين a times x plus 5 times x minus 1 equals 0 والآن الخطوة الثالثة عزيز طالب أكتب الدالة في الصيغة التحليلية الدالة هي f of x equals a times x plus 5 times x minus 1 والآن استعمل نقطة ثالثة لإيجاد قيمة a هنا يجب علينا إيجاد قيمة a عزيز طالب لماذا؟ لماذا تحتاج إلى ثلاث نقاط لكتابة معادلة قطع مكافئ لأنه يمكن إيجاد عدد غير منتهي من القطوع المكافئ التي تمر بنقطتين لذا هنا نحتاج إلى نقطة ثالثة لإيجاد قيمة a كيف تحدد النقطة الثالثة التي ستستعملها؟ يمكن استعمال أي نقطة كنقطة ثالثة طالما أنه يمكن قراءة إحداثياتها بوضوح من خلال التمثيل البياني إذا لدي هنا إحداثيات رأس المنحنى البياني وهو يمثل رأس الدالة وإحداثياتها إذا أقوم بتعويض X equals negative 2 وF of negative 2 equals negative 9 فينتج دينا negative 9 equals A times negative 2 plus 5 times negative 2 minus 1 وبالتبسيط ينتج دينا negative 9 equals negative 9 A وبالقسمة على negative 9 فينتج دينا A equals 1 إذن أوجدنا قيمة A equals 1 ولدينا مقاطع محور X نقوم الآن بكتابة الصيغة التحليلية للدالة التربعية وهي F of X equals 1 times X plus 5 times X minus 1 أو F of X equals X plus 5 times X minus 1 والآن حاول أن تحل عزيز طالب سؤال 5 صفحة 53 أرجو إيقاف الفيديو وحل التمرين ما الصيغة التحليلية للدالة الممثلة بيانيا أدنى كما ذكرنا سابقا الخطوة الأولى وهو إيجاد مقاطع محور X حيث أن مقطعين محور X هي 3-0 و9-0 إذن المقطعين هما 3 and 9 الخطوة الثانية أكتب المعادلة التربعية في الصيغة التحليلية إذن A times X minus P times X minus Q equals 0 استعمل المقطعين X الذين يمثلان حلين للمعادلة التربعية لأنهما حلين لعواملها إذن نقوم بتعويض 3 و 9 في المعادلة فين تجدين A times X minus 3 times X minus 9 equals 0 وبالتبسيط يمثل جدينا A times X minus 3 times X minus 9 equals 0 الخطوة الثالثة أكتب الدالة في الصيغة التحليلية F of X equals A times X minus 3 times X minus 9 استعمل نقطة ثالثة لإيجاد قيمة A هل تستطيع أن تجد نقطة ثالثة عزيز الطالب؟ وهل هي واضحة أمامك؟ نعم أحسنت النقطة هي نقطة الرأس وحداثياتها هي 6-9 نقوم الآن بتعويض 6 بدلا من X و-9 بدلا من F of X فين تجدين negative 9 equals A times 6 minus 3 times 6 minus 9 وبالتبسيط negative 9 equals negative 9 times A إذن A equals 1 يمكن كتابة الصيغة التحليلية للدالة التربعية وهي F of X equals 1 times X minus 3 times X minus 9 أو يمكن كتابتها بالطريقة F of X equals X minus 3 times X minus 9 نأتي الآن عزيز الطالب إلى ملخص مفهوم الدرس حل المعادلات التربعية بالتحليل إلى العوامل تنص خاصية ناتج الضرب الصفري على أنه لجميع الأعداد الحقيقية A و B إذا كان A times B equals 0 فإما A equals 0 أو B equals 0 حيث يمكنك تطبيق خاصية ناتج الضرب الصفري على معادلة تربعية في الصيغة التحليلية وذلك لإيجاد المقطعين X للتمثيل البياني للدالة المرتبطة بالمعادلة التربعية تمنيات لكم بالتوفيق والنجاح وانتظرونا في الفيديو القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته